في الكلمة التي توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن هذا الشهر الكريم يجب أن لا يكون فرصة للمضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار وهذه المناسبة اليوم وفي هذه الليلة المباركة لدعوة التونسيين والتونسيات إلى التخفيض في الأسعار ومقاطعة كل من يسعى إلى المضاربة والاحتكار وليأخذ كل من هو قادر بيد المحتاج وبهذه المناسبة ذكر رئيس الجمهورية بأهمية ركن الصيام في شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن الكريم مبينا أن جوهر الإسلام ينبني على مفهوم الاستقامة في معانيها الكثيرة وسيام شهر رمضان المعظم ليس الإمساك عن الطعام والشراب وعن كل ما حرم الله وكم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ومن مقاصد الإسلام عموما استقامة السلوك والعمل الصالح مع الناس وللاستقامة معاني كثيرة جليلة منها منع النفس عن المعاصي ومنعها عن الشبهات ومنعها عن الاكثار من الشهوات كما بينا رئيس الجمهورية في كلمته من جامع الزيتونة المعمور أن من مقاصد الإسلام مجاهدة النفس وتزكيتها ومن مقاصد الإسلام مجاهدة النفس ومعالجتها حتى تفضي إلى تزكيتها وتصل بها إلى الفلاح لأن هذا الشهر الذي عظمه الله هو شهر مجاهدة النفس وتزكيتها وختم رئيس الجمهورية بالدعاء بالنصر لأشقائنا في فلسطين على الصهاينة الغاسبين حتى تحرير كل فلسطين داعين الله أن يتقبل منا سيامنا وقيامنا ومبتهلين إلى العلي القدير أن ينصر إخواننا في فلسطين وينصرنا وينصرهم على الصهاين الغاسبين حتى تحرير كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وأن تجتمع الأمة كلها على كلمة سوى حتى تضع حدا لهذا الإجرام ولحرب الإبادة والتجويع وذكر رئيس الجمهورية بعشرة الفلسطينيين الذين قضوا من الجوع والعطش تحت أنظار العالم إلى جانب من ارتقوا شهداء أو أصيبوا بالقصف الهمجي في كل مكان